السلام عليكم اهلا وسهلا بكم مرحبا بكم معي فصفة امي الناجحة اقتراح ديال اليوم ان شاء الله غاديكون جوج حلوات رائعين حلوات اللبسات وسهلين اقتصاديين طبعا مكونات ما فيه مش كثيرة وهدي اللي كتشوفوا معي غادي نحضروها بلا دقيق يعني بدون دقيق غادي نحضروها كدشي مع الكاوه الشيشة وغزالة غادي ندوزوا ان شاء الله انتعرفوا على الطريقة والمكونات بسم الله اعلى بركتي الله غادي نحتاج بنسبل هاد الحلوة الثلاثة ديال البيضات ما الاحسن يكونوا بدرجة حلالة المطبخ يعني الى كنتوا غادي تستعملوهم حيدوهم من تلاجة من قبل غادي نضيف عليهم واحد الصشية ديال الفاني وقبيصة ديال الملحة وواحد القشور ديال الليمونة يعني الليمونة البرتوقالة الالتشين كيف ما كنقولو حكيتو وواحد مع القعام رمزيين ديال المشماش الكونفيتوري المشماش او المربة ديال المشماش وغادي نضيف عليهم الكاس ديال العنبة ديال السكار الكاس العنبة اللي معروف اللي كان يعني دائما كان عبرو بي القياس ديالو كيكون تقريبا عندي هنا ايا في مئة عشرين جرام ديال السكار تقدرو تنقصوه تديرو غير مئة كرام ومهم اللي بغيتو ولا تديرو مئة عشرين كيف مادرتان ايام عندي هنا ايا نصف كاس ديال السيت وغادي نخلط مزيان هاد المكوينات نخلطهم بالفوي المهمتما باش ما رويتو تخلطوهم خلطوهم ونزيد عليهم الكوك عندي فهات الصشية عندي مئتين جرام ديال الكوك سافي هذا هاد المئتين جرام كي جمعات لي يعني ثلاثة البيضات تجمعوا لي هاد المئتين جرام ديال الكوك وتقدرو تزيدو شوية مميما حسب البيض الى الحجم ديال البيض تقدرو تزيدو ولا تنقصو شوية المهم انا منسبة لي ارا هاد المئتين جرام جمعت لي هاد ثلاثة البيضات تجمعوا لي هاد المئتين جرام كيف ما شفتو سافي كان نخلط بيدي ايا ادوم المكوينات ساهلين وبساط كيف ما قلت لكم وكان حاول ما امكان انا كيفما قد شوفو كان ندلك ديك الكوك هاكا بحال كان عجنو هاكا سافيت واحد شوية ماشي بزاف بما كان يعني كان شوفو بانا يقدر يتكور لي وانا نخليه واحد شوية يرتاح شوية ديال الوقت هاكا خليه واحد العشار دقائي قطي وخليه يرتاح سافيت من بعد اني كتجيو كتجمعوها اللي يعني لجينا ما بني ديكم كتباليكم باناها سهلة وكتكور يعني ما كتفتتش ليكم الى خليجو هايترتاح انتو ما كتشوفو كتني كنكوروها هاكا ما كتفتتش معنا طريقة كيف ما واضحة معكم في الفيديو باش ميجيكم ش الكوك سعيب ولا يكون كتفتت لكم في بديكم تبعوها الطريقة يعني انا كنحاول انني نديها ونجيبها ما بيني دياب جوج وكنشكل منها واحد الكويرة هاكا كيف ما كتشوفو بالنسبة لي انا هنا يا مررتهم في سميدة سميدة ديال الحرشة باش تنسيبو الحرشة ولبس بوسة سمتهم فيها تقدرو تسمدوهم في الكوك تقدرو يعني تسمدوهم في هاكا في الكوكا كونكاسي والعلوز كونكاسي انا سمتهم في سميدة هنا يا كي يجي من بره اعطين واحد القرماشة ومن الداخل كي يجيو مع الكي مهم لا بغيتوا تديروها الطريقة اللي ادرت انا راح ازوينة كي تجي من الداخل الحرشة من الداخل لانا مررناها في سميدة ومن الداخل كي تجي مع الكاء وزوينة والمين تبارك الله راح خرجت لي هاد 20 قرام كيف مشو خرجت لي هاد طوا كلها عامرة وزيد وشي جوجات يعني ملا فوق بالنسبة للتسين هنا يا انا شفتوني غي كورتهم يعني ماشي بستهم ولا كورتهم هاكا كويرات وزينتهم بالطريفات ديال الفيستاج تقدروا دينهم باللوز ولا الكوكا ولا تخليهم هاكا اللي بغيتوا بالنسبة للفرن بالنسبة للفرن اشعلتوا على 180 درجة من التحت ومن الفق راومهم كي يطيبوا كيتشققوا يعني كيتشققوا على الشبحة لشكل ديالغريبة حتى هما يا كيتشققوا وعطيهم الخاطر هاكا واحد ال 15-20 دقيقة يعني سهلين ما كتبوش مع غيلكو كره دغية كيتاب لنا حتى كيتحمرو وكي يخدو هاد الوين كيف ما كتشوفو ماكي يجيو غزال كيجيو المضاق ديال هم زوين وهم علكين وهم قرمشين في نفس الوقت المهم هدا هو اللقياس اللي اعطاني طبية يصل تبارك الله 200 قرام خرجت لي هي الطبصين يعني كيميا زوينها ما لا بأس بها عنا نحل معكم محيدة باش غدي تشوفوها من الداخل كيفاش كدشي غزالة اتمنى انكم تجربوها يعني هنا تقريبا جوج مكوينات في هاد الحلوة الكوك والبيض يعني السكر والزيد طبعا هادو كل لامافر أساسيين في الدار وذلك الشي اللي عدي تحتاجه لبيض والسكر وهالحلوة ديالكم ماجدة وفي الساعة توجد يعني شاكشي حتى الاخرار هاتقدر توجدها بسربة هدي في ما يخص الحلوة اللولة غالي ندوذول للحلوة التانية ان شاء الله اللي تهية كدشي غزالة غزالة بالستفصر احال مضاق ديالها كيجي كيحمق والديدة وبزوينة ويعني انتو ما كنقسمها معكم انا كننشارت معكم قاعد تفاصيل باش تشوفوا الحلوة كدشي من الداخل طايبة ومنطنك الجيفتيية وشيشة والديدة ندوذول ان شاء الله تعرفوا على المكونات والطريقة بسم الله على بركتي الله بالنسبة لي انا هنا اخذت في المكونات واحد الميات قرام تقريبا واحد الكاس هكاك ديال كوكاو اللي حمرته وما يمحمرته وغير في المكونات كيف ممكن شوفوه خددك اللون هكا وتحمر ليه ومن بعد كان تحنوه انا شي كان تحنوه حتى يرجع ليه غبرا كيبقى شوية منهرمش عفوا متوضحش بودرة اخليو هكا شي شوية مهرمشي شي شوية مشي بزا خديت هنا مية وخمسة وعشرين ديال الزبدة خديت السكار مية جرام ديال السكار وخديت واحد صاشية ملباني وقبيصة ديال الملحة الزبدة يعني هالك البكية كتكون فيها ميتين وخمسين قسمتها على جوج بغيتوا تديروا كتر تقدروا تديروا ميتين وخمسين جرام ديال الزبدة انا قسمتها على جوج مع كيف ماختلكم السكار وقبيصة ديال الملحة والفاني وزد عليهم تقريبا واحدة ربع كاس ديال الزيت ماشي ينسكاس ربع كاس ديال الزيت سافي وغادي نضيف عليهم هاد الكوكاو عندهم مقد شوفوا القوام دياله يعني ماشي ماشي كبودة رح ترجع لي غبرة غير شوية سافي وغادي نخلط هاد المكونات كيف ماشتوا هكا ومن بعد غادي نضيف عليهم لطحين والدقيق ديال الفورس اهنا ضيفوا بالتدريج ما الاحسن انكم ضيفوا هكا بالتدريج باش تحكموا في القوام ديال العجين باش تشوفوا ما يجيش معاكم زيال ماقع مهما تكبوش العجين لدقيق فمرة واحدة سافيك تبقى قديدو شوية بشوية حتى يبال لكم بان ذاك يعني نقدرو ونكورو ذاك العجين قاعد كتحبسوا بالنسبة لي انا اخدت ليه هنا واحد تلتميات غرام قل الشي شوية ماشي مشي تلسميات غرام قل الشي شوية ومهم ضيفوا شوية بشوية بالدقيق باش تحصلوا على القوام اللي كي يكون ارتب ديال هاد العجينة ومنطوك يدشمع لكم سافي من بعد مباشراتان اللي سكن منشكل منهم كويرات سخليت القياس هكا بالمعلقة صغيرة ولا عينكم ميزانكم ولحسب اللي بغيتو تير الكويرات واش كبار ولا صغير كنفندوهم في سكر غلاسي هكا بها الطريقة كيف ما كنتشوفوا سافيو كنحطوهم في الطاوى ديك تخليها لفرا ومن بعد كننجيب ديك القرقع عجيبوه ولا اللوز ولا كاوكا اوه ولا مديروه اللي مهم كنحاول انني نثبت هذو كالطريفات ديال القرقع ومنطورها الحلوة كنتشقق ويباقي خضرام اني كنتثبت فيها ديكالطريفات وكندخلها للفران هادي دخلتها للفران سخون وخليتها قريبة للفوق حتى تشققت عاد رجعتها بالطل وسط ديال الفران وخليتها قطيب ديكش على خطرها تقريب ما اخدتش بزا فتايا واحد عشرين دقيقة هاكاك المهم هادي كتشقق خليوها في اللول يعني ديروها قريبة للفوق باش كتشقق وعاد بطوها تكمل طيب وكيجي الشكل دياله هو هذا اعطى هاد القياس اللي يدري تعطاني جوج طاوات يعني تبارك الله والقاوام دياله وانتو ما كنتشوفوا القاوام ديال الحلوة كيكون طايد مزيان يعني محمر من التحت ومن الفوق ومن الداخل وكتشي بنينه هاد الحلوة صارحة كتشي غزالة اتمنى انكم ان شاء الله ان شاء الله تجربوها واتخلوا لي في التعليق كيف جدتكم تبقى على خير الفيديو قادم ان شاء الله بحول الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة